أتحول الآن بسؤالي لدكتورة نعيمة القصير ممثلة منظمة الصحة العالمية في مصر WHO الحقيقة أن القطاع الصحي والملف الصحي هو قطاع كبير وملف كبير وكما جاء بالتقرير بداية من ربط القطاع الصحي المصري بالحوكمة مرورا بتحسن في الأداء العام للنظام الصحي توطين الصناعات الطبية والدوائية هناك أيضا مزالت بعض التحديات التي تواجه قطاع الصحة المصري يجب أن أستغل أيضا وجود حضرتك وأسألك عن وجه العالم الذي تغير بعد جائحة كورونا وربما هناك أولويات إنفاق مختلفة ولكن تم وضع على رأس الأولويات الإنفاق في القطاع الصحي دعني أسأل حضرتك أيضا عن رصد حضرتكم لتلك الجهود والسيناريوهات التي مر بها العالم خلال الجائحة حيث هناك شقين لحضرتك تفضل سينا الرحمن الرحيم صباح الخير فخامة السيد رئيس جمهورية مصر العربية عبد الفتاح السيسي حضور الكريم أصحاب السعادة والمعالي اشرفني اليوم كوني بنت من المنطقة أن أكون متواجدة معكم بمناسبة إطلاق التقرير التنمية البشرية في مصر بعنوان التنمية حق للجميع مسيرة والمسار بالبداية ردا على سؤال حضرتك نبارك جهود كمنظمة الصحة العالمية والممتحدة نبارك جهود جمهورية مصر العربية وجهود فخامتك من أجل عطاء الأولوي القصوى للصحة معالي وزيرة الصحة ويرانا من خلال توثيق أواصل التعاون مع جميع الجهات وخاصة للقطاع الصحي والتنموي بالنسبة للقطاع الصحي معالي وزيرة الصحة دكتورة هالا زايد وقطاع التنموي برؤاسة دولة رئيس الوزراء كيف تعاملنا مع الجائحة كأكبر تحدي صحي واجه العالم في العصر الحديث ألا هو جائحة كوفيد لقد أثبتت الجائحة وما فرضته من تحديات أهمية التضامن والتعاون والتكاتف على جميع المستويات بين ليس فقط أجهزة الدولة ومصر نموذج ولكن كذلك بين العلماء والمجتمع المدني والقطاع الخاص وخاصة فهلة الشباب جمهورية المصر العربية أثبتت كذلك أثبتت لنا الجائحة أن علينا مسؤولية مشتركة ومحاسبية على عاتق ليس فقط الدول ولكن الأفراد والمسؤسري والمجتمعات والقطاع الأهلي والقطاع الخاص لمجابهة أي طارية صحية اليوم كوفيت وإن شاء الله نكون قادرين أن نوقف جوائح أخرى كانت مصر من أوائل الدول وسباقة تعاونت على مستوى القطري داخل الدبلد على مستوى الإقليمي والدولي ومصر كانت سباقة بزيارات معالي الوزيرة الصحة بتوجيه من خخامة الرئيس إلى دول كثيرة من أجل بيان التعاضد والتعاون نثمن كمنظمة الصحة العالمية والممتحدة لحماية الصحة والأمن الصحي الأمن الصحي أمن قومي أمن إقليمي أمن دولي الجهود الاستثنائية لحكومتكم المواقرة للاستعداد والاستجابة الفعالين لمواجهة الجائحة جمهورية مصر العربية حققت التوازن الاستراتيجي والاستفادة الأمثل من الموارد من منظور الصحة في جميع السياسات المبنى على الأدلة والبراهين والابتكار وضمن هذا النهج تم استمرار جميع الخدمات دون الاستثناء بما فيها التقدم والتوسع الحصل بالنسبة في توفير التأمين الصحي الشامل للجميع وإرساء مبدأ عدم إخفاء الأحد في جمهورية المصر العربية استثمرت في الصحة والمردود كان المواصلة في تقديم الخدمات مقارنة مع عديد من الدول على مستوى الإقليم وعلى مستوى العالم فخامتكم مثل ما ذكر دولة رئيس الوزراء دكتور مصطفى مدبولي هناك عدة مبادرات فريدة بما فيها مبادرة 100 مليون صحة والمتفرع منها عدة مبادرات تكون نموذج وبيت خبرة لكثير من الدول إن الاستثمار في الصحة وليس فقط تمويل للعلاج ليس المستشفيات وليس عيادات والدواء الاستثمار صح في الصحة مثل مبادرة 100 مليون صحة للكشف المبكر والعلاج وبالأهم الوقاية وتعزيز الصحة بما فيها صحة المرأة وتمكين الفتاة والمرأة وحياة كريمة والارتقاء بمستوى الخدمات للفئات الأولى بالرعاية بما فيهم ذوي الهمم وذوي الاحتياجات الخاصة الارتقاء بمستوى الخدمات من جميع النواحي مستاذة سألتني عن الصحة أنا عاصرت من 2010 كنت معكم من 11 إلى 14 وحالياً رجعت وأتشرف أن أكون أمثل المنظمة ففي خلال أقل من عقد هناك نجاحات بالرصد دكتور خالد بنعطيك البيانات الصحة على مستوى الإداريات مثالاً يحتدى به في القضايا على بيروسي مثلاً 2010 لما استلمت كمساعد مديره وبالإنابة لجمهورية مصر العربية وأقارن اليوم شهدت على مدى ثلاث سنوات 2014 أننا كانت مصر من أكثر دولاً عندهم بيروسي والناتج كبد الوبائي 23 مركز علاجي متخصص بما فيهم نقل زراعة الكبد أين نحن اليوم عززنا الصحة وعملنا بنهج الصحة في جميع السياسات وفي نفس الوقت ضل قيادتكم الحكيمة هناك كذلك إن شاء الله بيداً بيداً بالتعاون مع الجميع نعلن عن في خلال سنتين أو أقل ضمن نهج العقد نعلن عن هناك كذلك قضاء على بعض الأوضع الأخرى النهائياً بشهادة من منظمة الصحة العالمية إن قيادتكم استفدتوا من التحول الرقمي مبكراً فقامتك مبكراً ماذا أعني قبل 2018 أطلقتم الكشف المبكر ليس فقط لفيروس C ولكن للأمراض المزمنة والتي تعاني مها مصر كثيراً السمنة، ضغط الدم، السرطان الكشف المبكر أدى إلى الاستثمار الأمثلي في الموارد أقل كلفة علاجية تعزيز المبكر العلاج المبكر وأقل خدمة المستشفيات والتحول الرقمي استفدتوا منه وهذه كنموذج نجاح أعطينا عن مصر التحول الرقمي نظم المعلومات الصحية من سنتين استفدنا منها أثناء الجائحة فالاستثمار والاستعداد الذي حصل تحت قيادتكم حول التحول الرقمي من سنتين وثلاث سنوات استثمارناها في الجائحة بمعرفة من هم أكثر احتياجاً خاصة بالنسبة لمرضى أمراض المزمنة هدف توزيء الرقمي الدكتور خالد قال توفير الدعم لعملية صناعة القرار تعزيز الحوكمة ترجمة الرؤية السديدة للدولة وبقدرات شبابية من الجنسين كمنظمة نشيد وكأمم المتحدة بالجهود المجدولة في مصر من أجل توفير لقاحات آمينة وفعالة وناجعة لكوفرد 16 خاصة في هذه الظروف الاستثنائية التي أوضحت المنافسة غير العادلة بين الدول من أجل الحصول على اللقاح فهي جزء الجائحة باستمر معنا ومفروض كيف نحدها من خلال أخذ اللقاح لذا نعمل مع حكومتكم المواقرة من خلال وزارة الصحة والسكان هيئة الدواء المصرية هيئة الشراء المواحد والقطاع الخاص ومن هنا أنادي للمؤسسات المعنية بالمسؤولية المجتمعية المشاركة من أجل ضمان توفيراً كميات كافية من اللقاحات وأريد أن أضيف وتوطين الصناعات الدوائية والمستلزمات الطبية الآمنة للمصر وللمنطقة ليس فقط لمكافحة الجائحة ولكن كذلك لمكافحة الأمراض وعلاجها والعمل على تعزيز السلوكيات الصحية للأفراد فالأسر علينا مسؤولية في الختام في خامة الرئيس أود أن أجدد التزامنا كأمم المتحدة ومنظمة الصحة العالمية بالأخص في مجالي ومع شركاء التنمية بتقديم كل الدعم الممكن للمواصلة للتعزيز النظام الصحي الشمولي المرن والاستثمار في الصحة الواحدة صحة الإنسان، صحة الحيوان، صحة البيئة وصحة النبات وبلوغ التغطية الصحية الشاملة المبنية على الحق في الصحة والوقاية خيلاً من العلاج وتحقيق رؤيتكم من أجل تنمية الإنسان دون تمييز بإدماج كل من يعيش على أرض مصر ومنهم المهاجرين واللاجئين وصولاً إلى تحقيق السلام ومكافحة العنف والأمن الصحي والغذائي والاقتصادي والبيئي والتنمية المستدامة في إطار رؤية مصر عشرين ثلاثين إن شاء الله نكون معكم ولأمة الدنيا السلام والنماء ومن أرض الخلود لكم السلام شكراً 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 شكراً